بل وقد جمع النبي المختار صلى الله عليه وسلم بين نعمة المال ونعمة القرآن والحكمة والعلم تدبر معي هذا الجمع والله تدبر كل كلمة أخ الفاضل وأخت الفاضلة أقول لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين نعمة المال ونعمة القرآن والحكمة والعلم فما أشرفه من جمع فالمال إذا جمع من الحلال وأدى فيه صاحبه حق الكبير المتعال فسخره لنفع العباد ورفعة البلاد فأهل الفضل أهل الفضل على مر التاريخ قد سخروا أموالهم لكل الخدمات والإنجازات الحضارية والدينية والدنيوية وقد أجمع علماؤنا على أن حفظ المال من الضروريات الخمس الكبرى التي عليها مضار الشريعة ومقاصدها أكرر لقد أجمع علماؤنا على أن حفظ المال من الضروريات الخمس الكبرى التي عليها مضار الشريعة ومقاصدها وأمرت الشريعة بحفظ المال وجودا وعدما فما قال الشاطئ رحمه الله والحفظ لها أي الأموال يكون بأمرين أحدهم ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود والثاني هو ما يضرع عنها الاختلال الواقع أو المتوقع بنهب أو بسرقة أو أو إلى آخره وذلك عبارة عن مراعات هذه الأموال من جهة العدم ولا شك إخواني أن الذي يحفظ المال ويقيم أركانه ويثبت قواعده هو استثمار المال وتنمية المال وحسن تدبيره تنبر هذا إخواني وأخواتي الذي يقيم أركان المال ويثبت قواعده ويحفظ المال هو استثماره وتنميته وحسن تدبيره ولذا قال جل وعلا بعد أن أمر الأزواج والأولياء بالحفاظ على المال وعدم دفع للسفاء الذين اتصفوا بالسفاء أيا كانوا قال سبحانه في آية ورب الكعبة من أجمل الآيات وأحكم الآيات وأرقها قال سبحانه بعدما أمر الأزواج والأولياء على السواء أن يحافظوا على الأموال وأن لا يدفعوا المال للسفاء ولا لمن اتصفوا بالسفاء وقلة العقل وعدم الإدراك أيا كانوا يأمر سبحانه وتعالى ويقول وارزقوهم فيها الله خلي بلكنا القرآن وجلاله لم يقل وارزقوهم منها بل قال وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفة وارزقوهم فيها ولم يقل وارزقوهم منها يعني إيه يعني أعطوهم أعطوهم وارزقوهم وأنفقوا عليهم من ناتج وربح هذه الأموال المستثمرة اجعلوا بعض أصول هؤلاء من الأموال رزقا لهم اجعلوها سببا للرزق بالتجارة فيها وتنميتها واستثمارها لتكون أرزاقهم وارزقوهم فيها لتكون أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال هل تدبرت لفظة فيها لتكون أرزاقهم من الأرباح لا من أصل المال لا من رأس المال